موسيقى موسيقى صباح الورد مشاهدين الكرام صباحكم جوري بإذن الله صباح طيب بطيب تواصلنا معكم رحبكم في هذا الصباح الجميل صباح التفاؤل والمحبة صباح اليمن اليوم وأنتم مشاهدين أحبتي نسيم صباحنا ونسيم البرنامج صباح اليمن اليوم بنتكلم اليوم عن موضوع نشترك في أغلبنا في مجتمعاتنا العربية في بلدنا بشكل خاص وهو الحرمان أو فقدان أحد الوالدين كيف يؤثر ذلك سلبا أو إيجابا طبعا شكل معنوي أو أيضا نقول هنا نفسي هل الذي فقد أحد أبوي أو كلاهما معا يؤثر ذلك في بداية حياته الصعوبات التي تكون أيضا على كهل من يتحمل مسؤولية هذا الطفل العديد من الجوانب تتعلق بهذا الموضوع وأيضا هناك العظماء نجحوا بأن تخطوا الفقد أو الحرمان أو بين هلالين كما نسمي عندنا اليتيم مشاهدين الكرام كلها عوامل تؤدي إلى الفقد سواء كان هو بموت الوالدين أو أحدهما أو انفصالهما أو ما يحول بين استمرار الأبناء مع أحد الأبوين أو كلاهما إذن مشاهدين الكرام معي في الأستوديو الدكتور زين العابدين محمد علي رجب أستاذ الخدمة الاجتماعية نعم أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان صباح الخير صباح الخير وصباح الخير على مشاهديكي وعليمن السعيد نعم علينا وعليك إن شاء الله الله يكرم كل سنة وانت طيب وسعيدة كما نلتقي فيك مرة ثانية الله يكرمك وبارك الله فيك وأرضاك الله يخليك دكتور الحرمان نستطيع كده لو نأخذ نبذى عنا أو باختصار شديد أي شيء الحرمان بالضبط بصي حضرتك الحرمان له أشكال متعددة من بينها الفقد اللي حضرتك كلمت عليه باليتم أو اللطم أو ما شبه ذلك ومنها الفقر ومنها الاحتياج يعني له أشكال متعددة من الحرمان الحرمان هو فقدان أو منع تحقيق رغبة أو أمنية أو حاجة للإنسان يشعر خلالها بأسى يشعر خلالها بمرارة يشعر خلالها بربض الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه ولذلك يجب علينا أن نجد ما في الواقع الاجتماعي ما يحقق عودة مرة تانية لإجباع الحاجة أو لمس الاحتياج أو محاولة إيقاف فاعلية الحرمان داخل هذه الشاصة في الصورة الكبيرة للحرمان زي ما بيقولوا باستمرار لأن الأسرة هي الرعاية يفقد الإنسان أحد والدي أو الاثنين معا وبالتالي يتحول الحرمان إلى حرمان حقيقي ما معنى كلمة حرمان حقيقي ليس له سند وليس له أمل لأنه فقد الأعمدة الأساسية للأسرة يقال على الذي فقد والده أنه يتيم ويقال على الذي فقد والديه بأنه لطيم يعني العملية بقى يعني خلاص وصلت لدرجة أنه فقد العناصر الأساسية للرعاية العناصر الأساسية للإجباع العناصر الأساسية للأمن الاجتماعي لأن الأب والأم هم دفتي الأمن الاجتماعي داخل الأسرة لهذا الطفل وخارج الأسرة أيضا ولذلك يبدأ بالشعور الإحساس بالألم والحرمان والاحتياج والتطلع إلى هذه الأشياء إذا لم يجد في المجتمع مؤسساته أو منظماته أو جمعياته أو أفراده يحاول بقدر الإمكان إجباع والقيام بالرعاية له تعويضا لرعاية والدي هيفقد فاعلية كبيرة جدا ويتحول من طاقة بنبنيها طاقة إيجابية إلى طاقة هدامة وطاقة سلبية أو طاقة انحرافية زي احنا ما بنقول ولذلك علينا أن نهتم ليس كمنظمات وليس كجمعيات وليس كمراكز ولكن كأفراد برضو باليتيم وكان لهذا الوضع في الإسلام أهمية كبيرة جدا 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 وقد لا يتكلم عنها فقط السنة ولكن قد تكلم عنها القرآن في 23 موضعا في القرآن صحيح نشوف احنا في حدث كثير من القرآن الكريم وكمان السنة النبوية على الرفق وكمان احتضان الأيتام لو لا هذا الأهمية وهذا الحدث في القرآن الكريم وسنة النبوية أيضا وكمان في الأثر لما كان لها هذه الأهمية يعني والحرص الشديد على أن نكون متنبهين لهذا الأيتام طيب الأهمية يعني أي شيء نتوقعها في المجتمع من الاهتمام وكذلك أهمية وجود الأيتام بيننا والاهتمام فيهم أيضا بدأ الإسلام بقاعدة أساسية دفع الأفراد دفعا قويا على رعاية الأيتام ورعاية المحتاج ورعاية الفقراء ورعاية المساكين وما من آيات كثيرة جدا في القرآن إلا تؤكد هذا المعنى وله حق معلوم للسائل والمحروم خدر يا حضرتك قاعدة أساسية عمل الزكاة عمل الصدقات عمل الأضحية من أجل هؤلاء يخلي بالحضرتك ووزع بنسب معينة حتى في الأضحية بمناسبة عيد الأطحى المبارك اللي كان فات علينا خلال الأيام اللي فاتت وزع الأضحية سلاسية لو حضرتك ترجمناها هنترجمها توزيع عادل لم سلس سلس كامل للفقراء والمساكين والمحرومين ثم للاحبة السلس ثم لك السلس حتى حينما قال الأغنياء الأقارب لديهم ما يعطوه ولديهم يعني مش محتاجين قالوا لا عشان يحقق هدفا اجتماعيا اللي هو التراحم والحب والود ما بين الوازع الاجتماعي الوازع القرابي ولذلك حدد مش بتدي بمزاجك لا ده ده حديد عملتي سلاسية وأكد على أن الأضحية خلي بالحضرتك سنة مؤكدة وليست سنة إيه يعني أديها أو ما لا ده سنة مؤكدة نعم دكتور كيف ممكن أني الحرمان هنا بكافة أشكالها سواء كان حرمان من الوالدين الأم كلهما كان بفقدهما بموت أو كان بانفصالهما أو كان حتى فقد معنوي كيف ممكن يأثر ذلك على الشخص أو على هذا الطفل في تكوينه في نفسيته ما بين أصحابه ما بين المجتمع أصلا بص حضرتك احنا دايما بنقول قاعدة أساسية في التعامل الأب والأم يمثلاني أو الأسرة المتمسكة تمثل إجباعا رعاية أمنا صح؟ طب إذا فقدت أو فقد بعض أجزاءها اهتزت هذه الأشياء حينما تهتز في الكيان الإنساني الجديد اللي هو ناشئ يعني أنا أعتمد على أبويها جيبلي أنا لما ييجي هقول له أنا كذا طب ما فيش أب هقول لي ميت هنا هبتدي هقول لي أمي أمي طبعا من نوع يعني الأمي تختلف عن عن الأب وإن كان في أمهات بتقوم بالدور على أكمل واجهة لكن ليست أبن يعني نحاول بقدر الإمكان أن نوضح نقطة مهمة جدا ليست أبن الأم ليست أبن ولذلك ستنا أمنا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترعى ولم تربي ابنها لوحدها أو حتى عند أهلها بل ذهبت إلى أهل زوجها حتى يكون له سند حتى يكون له قوة لسيدنا محمد عليه الأفضل صلاة وأتم التسليم خلي بالك ولذلك عايزين نقول في منتهى البساطة إذا لم يكن هناك أمن اجتماعي بوجود الأب والأم بوجود الإجباع حتى الإجباع الزاتي الإجباع الأكلي الإجباع اللبس فيشعر الإنسان بالحرمان ماذا يشعر الإنسان؟ حينما يشعر الإنسان يهتز الثقة في الواقع الاجتماعي يهتز الثقة في أسرته يهتز الثقة في المجتمع يبدأ أن يبحث عن هذه الثقة قد ينضم إلى جماعات انحرافية وقد يمشي في طريق السرقة وقد 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 ممكن أن يؤدي ذلك إلى انهياراتهم متعددة في الكثير من الأمهات يعني عادة عندما تفقد زوجها وتصبح مسؤولة بين يعني زي ما يسموها ليلة وضحها هي المسؤولة عن الأسرة هذا يكون في الأم شد كثير أنه يكون ما حدش يقول على ابنها أنه يعني تربى من غير ابن أمه ابن أمه احنا عندنا في اليمن يقول ابن مرملة مثلا ايه ابن مرملة ايوه تكون هناك حريصة على أنه يتربي على أنه يتزجر كمان أنه ما ينحرفش أنه سلوكيته تكون هي المضبوطة برأيك هذا الجهد الذي تبدلها الأم أكثر يساعد في نمو الطفل وهو واعي للمسؤولية أو أنه لا هناك تفرج الصحبة وكمان البيئة اللي يعيش فيها بص حضرتك كله يؤثر في تنشيئة الطفل الأم والعمام والخلان والصحبة والأقارب والجيران كله يؤثر في تربية الطفل الآن حتى التلفزيون بيؤثر في تربية الطفل لأنه بينقله ثقافة معينة بينقله اسلوب معينة لكن تعال نعود إلى الأم نفسها الأم تجاهد ولكنها ليست أتقبل خلي بالحضرتك عشان بس نبقى في الصورة طيب تعمل إيه احنا عندنا مثل جميل جدا بنقول الخال والد الخال والد وبالتالي يمكن أن يدعم الأم في تربية الإبن الخال ده إذا كان متفرغا عند الوقت كل واحد عمال ماشي في الحياة عمال يصارع فيها خاصة في هذه الأيام لكن على الأقل لابد لهذا الطفل أن يجد مثلا مثالا قدوة له يتعلم منه الأسلوب الصحي يتعلم منه السمات والصفات الصحي حتى حينما ينشأ ينشأ على هذه السمات وهذه الأصول ولذلك لابد لأن الإنسان ينشأ من الوسط المحيط به صحيح فإذا كان الوسط المحيط به يرعى إذا كان الوسط المحيط به لديه من الثقافة ومن الخصائص ما يحقق النشأ السليمة ينشأ على طول الأم تحتاج إلى من يساعدها حكاية النشأ السليمة دكتور هناك الكثير يعني قال أن الطفل اليتيم دائما ما يكون عنيد دائما يعني يكون مش متكبل بسهولة للآراء الأخرى أو شيء يكون فيه عينة شوية هل هذا عائد من الحرمان أم أنه عائد من شعوره بالنقص أم أيش ليست كل الأطفال بهذا الشكل يعني عايزين نتفق أنها مش كل الأطفال بنفس الشكل ولكن حينما أشعر بالحرمان يكون رد فعلي إيه الرفض والرفض نوع من أنواع التمرد نوع من أنواع العند واخد ذلك الحرمان في نظرية اجتماعية تؤكد على أن الحرمان هو السبب الحقيقي وراء كل المشاكل لأن يشعرني بالألم فلابد أن أحاول بقدر إمكاني الدفاع عن ألمه ماذا يمكن أن أدافع عن الألم به قاعدة أساسية أن أعاند أن أتمرد أن أحاول أن أجد وجود لي أسواء كان سليم أو سلبي أو أهرب أسواء كانت مخدرات وما شبه ذلك يعني جوانب متعددة من دفعات الإنسان لمحاولة القضاء أو محاولة تخفيف الحرمان لأن الحرمان ألم ودائما الإنسان يبحث عن الراحة عن اللزة عن السعادة فإذا ألم الحرمان يحطم هذا خلي بالك خلي بالحضرتك حتى في مناجات الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له ألم يجدك يتيما فآوى لم يأويه أحد ولكن أواه من؟ طيب دكتور كيف ممكن واحد يتغلب على الشعور بالألم في هذا الحرمان سواء كان حرمان من أبوين من الفقر أو فاكر أو حرمان من فقد شيء كان هذا الإنسان أو سواء كان مرأة أو رجل يرغب في تحقيق حاجة أو شيء وما استطاعش أنه يناله نتفق مبدئيا على حاجة مهمة جدا ونواجهها لجميع الجماهية على الأمة أن تقوم فعلا بالدورين بشكل جيد لا تزيد في عملية القصوة لكي تثبت لنفسها بأنها رجل وأنها يمكن أن تخرج رجلا هي سوف تخرج رجلا سوف تخرج رجلا ولكن دون قصوة لأنها امرأة يعني خلي بال حضرتك حتى الإبن لا يتوقع وخاصة إذا كانت في حالة وجود الأب خلي بالك لم تكن غير حاجة جميلة حاجة الأمن الحبي اللي ود التزامع حشان تنقلب إلى عكسه يحصل خلل فعلا لذلك أنا عايز أقوله على الأم أن تلتزم بي حبها وحنانيها وأموميتها مع وضع مجموعة من الضوابط تحقق الهدف من فقدان الأب أو تعود فقدان الأب بالحضرتك النقطة التانية النقطة التانية لازم يصنع الأسرة أسواء كان موجودة فيها أب أو مش موجودة فيها أب موجودة فيها أم أو مش موجودة فيها أم لازم يصنع أن الواقع يجب علينا أن نتقبله ثم نحاول تغييره نقطة مهمة جدا بس تغييره إلى الأحسن تغييره إلى الأوفق تغييره إلى التقدم مش تغييره إلى الانحراف والإهمال وما إلى ذلك يعني مثلا أحاول أن أخرج من دائرة الفقر المادي إلى دائرة أن أنا أعمل وأكسب وأحاول بقدر الإمكان أن أعوض نفسي الحرمان التعليمي أن أنا أتعلم حينما أكبر وأحاول أن ألتحق بمجموعة من المدارس مجموعة الليلية أو مجموعة من المدارس الإضافية التي تحاول بقدر أن أتعلم القبار أتعوض يعني تعويض مناسب لطبيعة المجتمع وما قرره المجتمع نعم دكتور معي الشيخ جمال الشميري الآن عبر الهاتف اللي شاركنا في الموضوع أهلا وسهلا صباح الخير أستاذ جمال شيخ جمال أهلا وسهلا ومرحب أهلا وسهلا ومرحب بكم جميعا أهلا وسهلا أرحب فيك إلى حلقتنا لهذا اليوم بنتكلم يا شيخ عن الحرمان وكيف هناك الكثير من الأطفال في سن مبكرة يفقدوا آباءهم وأمهاتهم القرآن الكريم شدد على أهمية الاهتمام وكذلك الحرص على التعامل والعناية أمام هؤلاء الشريحة الكبيرة من الأطفال المتواجدين في مجتمعاتنا قال سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وكذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن التعامل مع اليتيم وسنده وإغاثته أيضا برأيك إلى أي مدى ممكن أن نتعامل في مجتمعاتنا بإيجاد أيضا شريك أساسي وهو هذا الطفل وأن لا نشعره أيضا بهذا القهر وهذا الحرمان الذي يعيشه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على فسيدي بن محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم الإحتناء من اليتيم خلق إسلامي رفيع حسن الإسلام عليه وندبنا إليه بل وجعله من أفضل الأعمال وأذكاها كما قال تعالى ليس فالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائدين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموثولة بعهدين إذا عهدوا والصابرين في البأساء والبراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم مستقون نعم ولقد جاء الإسلام واليتام ليس له في الحياة فأمر بإكرامه والإحسان إليه حينما هاجر المسلمون إلى الحبشة وأرادوا وأراد القريش إرجعهم وقف جعفر ابن أبي طالب أمام النجاشي ملك الحبشة يشرح له محاسر الإسلام وقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصلام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منه رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لوحده ونعبده ونخذع ما كان نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجاوة والأمساء إلى أي مدى المجتمع يساعد اليتيم في التخلص من هذا الحرمان نعم المجتمع له عنده مسؤولية عظيمة على آتقه وحذر القرآن من إهانة اليتيم وإيذاءه بأي نوع من الإهانة والأذاء فأمر الإنسان إذا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربه أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربه أهانا كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون الترى تأكذا لما الآية نعم وقال فأما اليتيم فلا تقر في سورة الضحى وقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وأكد القرآن كذلك على أن الله تعالى يحفظ حق اليتيم ويبقى صلاح الوالدين له بعد الممات وأما القدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا نعم فحفظ الله لليتيم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأوي ما لم تستع عليه صبرا كما أكد على إكرام اليتيم والإحسان إليه سبيل إلى الفوز بالجنة قال تعالى في وصف المؤمنين المتقين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكة إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا فمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاروا نظرة وسرورا نعم شيخ جمال بالنسبة نعم هذا بالنسبة للقرآن الكريم ووصفه أيضا لليتيم وأهمية الاهتبان في اليتيم وكذلك مشاركته معنا في المجتمع نقول على قدر المساواة بالنسبة لمن يعامل اليتيم بإزدراء من يقوم بإذتهاد الأيتام كيف يتعامل معه هنا الخلق الإسلامي من أخلاق الإسلام جاء بفضل إحساس الأرملة واليتيم عن بعض العلويين وكان نازلا هذا الخلق العظيم كفانة اليتيم تعوج على الكافر بالخير العمين في الدنيا والآخرة كفانة اليتيم والمسع على رأسه وتطيب خاطره يرقق القلب ويزين هم القسوة ويجمع الناس على كلمة سوا كفانة اليتيم والإنفاق على اليتيم دليل طبع سليم وفطرة نقية نعم صحبة صحابة الدنيا صلى الله عليه وسلم في الجنة صحبة عظيمة وهو أنا يقول من الفاتر أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وكفى بذلك شرفا وفخرا كفالة اليتيم صدق يضاعف على الأجر إن كان على الأقرباء أجر الصدق وأجر القرابة كفالة اليتيم والمسع على رأسه وتطيب خاطره من أسباب طوزنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة كفالة اليتيم تسهم في بناء المجتمعات التليمة خالي من الحق والكراهية وتسوده روح المحبة والود والوئام وانتشره السلام بإكرام اليتيم والقيام بعمره إكراما لمن شارك النبي صلى الله عليه وسلم في صرفة اليتيم وهذا دليل على محبته صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم تذكي المال وتطهيره وتجعله نعمة صاحب المسلم كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وامتدح أهلها كفالة اليتيم دليل على طلاح المرأة إما تزوجها فعلت أولادها وخيرتها في الدنيا وفوزها في الجنة صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير في كفالة اليتيم أيها الأحباب كفالة تنزل فيه البركة وتحل على أهلها الرحمات وتنزل عليهم المودة وتحل بينهم الهداية بركة اليتيم تحل على الكافل وتزيد في رزقه موسعة نظرة المعين يقول الشاعر انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا طبيقا لليتيم حميمة وارسل حروف العواطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسومة وامسح بكفك رأسه تترى على كفيك زهرة بالشدى مغموما مغموما ولسوف تبصر في فؤالك واحة للحب تجعل نبضة قريمة ولسوف تبصر ألف خميلة تهديك من زهر الحياة شميمة ولسوف تسعدك الرياض بنشرها وتريك وجها للحنان وسيمة انظر إلى وجه اليتيم وهب وهب له عطا يعيش به الحياة قريمة وافتح له كنز الحنان فإنما يرعى الحنان فآده مقلومة يا كافل الأيتام كأسف أطلحت ملآة وطار مزاجها تسليمة ما ليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز لحياة عظيمة حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيمة عليه الصلاة والسلام عاش يتيمة وتربى يتيمة عليه الصلاة والسلام علمنا من الخير ما فيه الكفاية وأشكركم على هذه الحياة شكرا جزيلا لك وأسأل الله لنا ولكم أن يبارك في أعمالكم ويثل هذه الندوات ومثل هذه النفاقات أيضا المشاركة لك لنا شيخ جمال الشميري وما شاء الله يعني زي ما يقوله كفيت وفيت أشكرك شكرا جزيلا أعود لك دكتور زين العبدين بالنسبة للحرمان هنا من أكثر تحسسا وشعورا أكثر بالحرمان البنت أو الولد حرمان من إي بالزبط من أي نوع مثلا الحرمان بشكل عام أمنوا أكثر تحسسا يتوقف على ملابسات الموقف يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة كل ولد بيبقى محتاج الأب في مواقف معينة والبنت بتبقى محتاج الأم في مواقف معينة يمكن عايزين نوضح نقطة مهمة جدا أن الاحتياج مبيجيش نتيجة الفقت فقط الأب أو الأم لكن بيجي نتيجة لظروف اجتماعية لها أبعاد متلبسة مع بعض يعني أنا لو والدي مات وعندي فلوس لن يؤسد تأثيرا كبيرا علي لأن أنا أكل وعوض الحرمان آه هفقد جزء من الحرمان لكن أعوض في جزء آخر نقطة تانية في فرق بين إن أنا والدي يتوفى وهو عنده وأنا عندي ثلاث سنين أو أربعة والدي يتوفى وأنا عندي عشر أو اتناشر سنة لأن اليتيم بيرتبط ارتباط أساسي بالحلم ما هو الحلم؟ يعني البلوغ وبالتالي بعد الحلم ليس يتيما لأنه يمكن أن يعمل ويمكن أن يواجه ويمكن أن يحقق دلة مجتمعية معينة ويكون قادر على مواجهة الواقع الاجتماعي عظيم فعايزين نقول ده بيتوقف على أشياء معينة اللي تربوا على الاعتمادية غير المسئولية يعني فيه ناس بتربي أولادها منذ أن تكون صغيرة على أنه يتحمل المسئولية لو فقد الأب بيمشي في تحمل المسئولية لكن من يتربى على عدم تحمل المسئولية ماذا يحدث؟ بمجرد ابتعاد الأب والأم يفقد فعليته لأنه هو أصلا كان معتمد على الأب والأم دي نقطة من ضمن النقاط الأساسية ولكن بمجمل الصورة العامة الموجودة في المجتمع أن البنت تشعر بالحرمان أكثر من الولد نتيجة للثقافة العربية والثقافة الإسلامية اللي احنا بنتربى عليها أن الراجل راجل الراجل ما يعياتش الراجل يواجه الراجل يروح البنت لأ وبالتالي تعتمد تستنى تاخد الأوامر ما تخرجش الله بإذن الحاجات دي كلها إحنا بالربية فحينما يفتقد الأب اللي كان هو مصدر الحنان بتاعها على فكرة عايزين نوضح هنا طميمة جدا أن الحنان للبنت ليست الأم كم الناس تتصور الحنان للبنت الحقيقي الأب كيف؟ يعني الأم طبيعة مرتبطة بنفس طبيعة البنت وبالتالي بيبقوا قريبين من بعض فالتبايع واحدة كويس لكن الأب مختلف في طبيعته عن البنت البنت فهي بيتميل لي تعرف حضرتك حكاية النحيتين المتشابهين بيتنفروا والمختلفين بيتجذبوا ثانيا من خلال الواقع الاجتماعي اللي احنا بندرسه علميا البنت بيتميل وخاصة إذا كان الأب حنين الأب وتميل إنها تاخد حبه وتستنى طلبه وبعدين إحنا تربينا على إن الطلبات ما بيجيش من الأم بتيجي من البنت الأب بتيجي الطلبات من الأب آه حتى الأم لما لا طيب بس البنت هنا يعني هي مش أغلب الأوقات البنت هي تأخذ الطلبات من من الأب أو العكس يعني آه يعني أنا مثلا الآن لما محتاجة مثلا حاجة ولا شي بتقول الماما وماما بتقول الباب أيوة آه وسيلة وسيلة أيوة لكن يعني أبغاد وليست مش واقع نحنا مثلا نحتاج إنه الأب بضر يكون في وسط الله يعني آه مجدما أو آه لأن الأب اللي هيبه معينة في آه مش بس التكلامتك كان زمان دلوقتي الأب أصبح قريب قوي وخاصة الأباء الأب زول حنية معينة يعني أنا مش هستنى إنها تقول لما ميتها وبعدين تيجي تطلب مني لأن الأب هو اللي بيقبط كمان يعني من ضمن الحاجات الأب هو اللي معاه الفلوس الأب هو اللي بيصرف دلوقتي أصبحت الكفة آه اللي أم بتشتغل ومعها فلوس وما إلى ذلك العملية توازنت دلوقتي ولكن ما زالة الأب لقوة غريبة جدا آه في تعامله مع البنت وبعدين فيه نوع حديث آه على درجة من يعني حسن كما يقول المؤرخون أو اللي بيحددوا الحديث آه إن يجب إنه يفهمها الأباء إن البنت بمجرد نتدخل عليها أو تجيب لها أو تداعبها بشكل معين وقت ابتسم يبتسم لك الرحمن البنت بالذات لأنها آه يعني خلي بال حضرتك يعني في الدين بتاعنا ليه جوانب معينة جميلة جدا تمن الرفق والمعاملة الحسنة باليتيم الجنة طيب إنت عايز هي أكتر من كده ده إحنا كلنا بنعمل عشان نوصل لباب الجنة بس طيب بمجرد اللمسة البشاشة يعني عايز أقول إيه عشان أحقق لليتيم والمحروم ده الليتل معهودة قدم له البعد الاجتماعي البعد الاجتماعي إن أنت تعامله كإنسان وكابن وبشاشة وتحط يدك على شعرك أو تدي على كتفه كنوع من أنواع الدفء العاطفي ونوع من أنواع الحماية الاجتماعية كلمة بسيطة جدا في الحماية لك لما تحتاج حاجة على لي لو في حاجة مضايقة قل لي ده كل بعد اجتماعي جميل جدا البعد المادي اللي يجب أن تقوم به المنظمات والهيئات والمراكز بالإضافة للأفراد لو كان محتاج البعد المادي ممكن يجيب له هدوم ومش ضروري لو أنا مش قادر وعندي هدوم قديمة ممكن أدهاله لولادي أجبهاله طبعا لو كان الجديد يبقى أحسن لو أنا عندي القدرة على أن أنا جيبي يبقى أحسن بلحظة الأكل فيه منطقة البساطة جاء جاري ويتيم وما بشوفش ولا بشمش عندهم بمجرد طبق صغير من الأكل اللي إحنا بنتبخه ندهوله يحقق هدفا معينة دكتور بيقول لك مثلا دراسات وكمان التجارب وجدت قادة عظمة وغلبهم كانوا أيتام صح يعني هل نقول هذا هو كان مش عارفة يعني السباب أنه أدت إلى أنه هذا تحملوا المسؤولية وهم صغار وسبب هذا المسؤول يتحملوهم وهم صغار أصبح عندهم جلدة وقوة وإصرار أنه يواصل في خطة أقرانة بكثير اللي معهم عايشين كل مستوى الرفاهية فعلا التريح بيقول لنا أنه في عدد كبير جدا من العظماء ويأتي في مقدمة في مقدمة العظماء سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله عليها أفضل الصلاة والتسليم مع وضعية سيدنا محمد له وضعية خاصة اللي هي الرعاية كانت رعاية إلهية ويجب علينا أن نعترف بهذا ويجب علينا أن نؤكد على هذا بالإضافة للرعاية العائلية من جده وعمه وأهل والده في نقطة مهمة جدا ساعات الحرمان بيديني دفع قوية نحو تغيير الواقع أنا محروم عندي شعور بالنقص عندي شعور بعدم الأمان عندي شعور بالجوح حتى عندي شعور بعدم القوة وبالتالي الرد فعلي أننا لابد نأملك هذه الأشياء لابد أن نغير هذا الواقع تغييري للواقع بيجعلني أخذ إيجابيات متعددة يعني عايزة أقول لحضرتك نيلسون مندلة كان يتيما انطلق انطلاقات ولم يؤس فيه التعذيب لماذا؟ لأنه في البداية شعر بالحرمان فالتعذيب في السجون وما إلى ذلك لا يحقق دلة إيجابية بالعكس كان يعطيه الشدة والاستمرار في اليونارد دافنشي الفنان العالمي كان يتيما وخبال حضرتك ومن اليوتم بدأ يفكر بدأ ينطلق بدأ يغير وجه الواقع الاجتماعي اللي عاشه فبدأ يرسمه وبدأ يسيطر برسمه على الوجود الإيطالي في روما وصنع أشياء كبيرة جدا أيضا احنا عندنا مجموعة من الصحابة أبو هريرة كان سيدنا أبو هريرة كان يتيما الصحابي أنس بن مالك كان يتيما الإمام أنا بتكلم بشكل عام يعني بدل مدنة ربطة يعني احنا بس عايزين يقول أن هناك بتكلم هنا عن الدفعة كيف أنه ممكن ممكن تدي نوعين أيوة طيب كيف النوعين هذا النوعين ممكن اليتم والحرمان يدوا قوة نحو الإيجابية ممكن اليتم والحرمان في ظروف معينة يؤدي إلى الجانب السلبي يعني يعني عايزة أقول له على إيه زي ما احنا بنشوف أنا بس أقول له حضرتك على حاجة في جوانب في زوائد الإيجابية و زوائد السلبية أو الانحرافية يعني زي احنا ما بنشوف القادة العظام اللي هما حققوا النتائج كويسة جدا وكانوا أيتاما وذكرنا منهم بعضهم أيضا في السلبيات ممكن يكونوا أكثر انحرافا ويحققوا دل انحرافات شديدة زي الذين يقودون جماعات المخدرات الذين يقودون المافيا اللي موجودة على فكرة لما درسنا عدد من رؤساء المافيا وجدنا انهم يحصلون على علم كبير جدا ومعهم دكتورهات يعني مش ناس انحرافية فقط لا استخدموا العلم في دلة الانحراف لما نيجي انترجم دلة الانحراف لانهم عانوا من الحرمان وعانوا من البؤس وعانوا من الاحتياج فارادوا ان يعوضوا ولكن ليس بالطريقة الايجابية ولكن عوضوها بطريقة سلبية ومشوا وتكونت لديهم العادات السلبية فمشوا في دائرة الانحراف خلي بالحضرتك الانحراف الاحتياج ممكن يؤدي الى ان انا اتعلم وتغلب على القصور اللي عندي عشان اوصل وحقق مركز وحقق كيان وممكن يؤدي الى ايه محاولة التجمع يعني اللقاء مع جماعات انحرافية واحقق ما الى ذلك لسبب بسيط الاحتياج هو الالم فلابد ان اهرب منه اهرب منه بطريقين اما الطريق السليم واما بطريق الانحرافي فاذا اذا وصلت بالطريق السليم استطيع ان احقق دل اتعلم ووصل الى مجتوى عالي من التعليم اما اذا كان سلبيا فاغريني الجانب الانحرافي وسهولة الحصول على السرقات والادمانات وما الى ذلك في هذا الطريق يتوقف على وجود هذا الانسان في الوسط اذا وجد الانسان وسط اجتماعي مشجع للتعليم مشجع لتحقيق الاهداف مشجع لبناء المبادئ يتحول الى ايجابيا وجد وسط انحرافي يبطل القيم ويحاول بقدر كان يبرر ان الحالة التي وصل عليها من هذا الواقع ولذلك لا بد ان يكون ضد الواقع وبالتالي ادخل في دائرة اخرى طيب دكتور عندنا نتيجة الظروف الحاصلة طبعا كثير من الابناء فقدوا ابائهم بسبب انه سبحان الله يعني اللي حاصل الحروب الحروب كمان اللي هاجر اللي فقد باسباب يعني متعددة والفقد واحد يعني بالزبط كده كيف هنا ممكن الام انه تساعد ابنها او بنتها بالتغلب على هذه المرحلة ومواصلة الحياة بشكل طبيعي وتحدي المعوقات والاستمرارية بالحياة بشكل اكبر وهذا نقول الاشيء او اللي اضاء اصابة من فقدان وحرمان ايضا ما يكونش عائق امام مستقبله بص حضرتك احنا عايزين نقول ان الحياة ما بقتش قصرة ولها محدودية رعاية الام الحياة دعيمها مادياً تفقد فعاليته وخبال حضرتك هنا يتدخل المجتمع بقى بمنظماته بجمعياته بهيئاته ليه سد احتياج هذه الاسرة وتقوم بتوجيه وتوعية الام كيف يمكن ان تدار الماديات المحدودة اللي بتوجهها المنظمات والهيئات وخاصة الهيئات الاجتماعية في اسرتها وتحقق دلة تعليمية وتحقق دلة اجتماعية وتحقق دلة تنشئة اجتماعية سليمة وخبال حضرتك يعني يجب ان يتدخل المجتمع لان اواصل التفاعل الاجتماعي اصبح لا يرتبط الارتباط فقط باسرة واكل وشرب لا دفقة فيه اشياء كتيرة جدا من بينها التعليم من بينها الحياة الاجتماعية من بينها انا اقول لحضرتك على حاجة الاصارات المتعددة في التلفزيون يمكن ان تؤدي الى خللا وخاصة للمحرومين زي العربيات الفارعة زي القصور زي المباني المتميزة زي الحاجات زي الشواطئ اللي بتتعرض فتخلي الانسان في حالة غليان وبالتالي انت في الاسرة ممكن الام تعمل يتطفي التلفزيون ده هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني تعمل عملية ترويع وتنفيس عن الانسان لذلك انا عايز اقول ما نقدرش لكن على الاقل تحول دلة الحرمان الى دلة انطلاقية تقول له عشان تحقق الناتج وتوصل لمبنى كويس وشقة كويسة ويكون عاكن دك عربية كويسة لازم تتعلم كويس لازم تشتغل كويس لازم تجاهد كويس عشان ربنا يبارك في جهدك ويحقق لك الهدف بتاعك يعني الام لابد انت تحول من دلة الحرمان الى دلة تطلعية وفي نفس الوقت يتأخذ الخط الايجابي ما تاخدش الخط الايه السلبي لا اروح جيب كذا طب انت لو كنت معهم كنت عملت كذا لا لازم تتعلم لازم تبقى حريس على كل قرش تصرفه لازم تحاول بقدر امكان تتفوق بعد التفوق تبقى تصل الى مرحلة تعليمية معينة احرس على فلوسك ما تصرفش فلوسك في اي اشياء زي الاطفال الزغار وما الى زي تعوط عملية الصرف الى عملية وده اللي ايجابي نعم نتابعنا وياك دكتور زين العابدين هذه الفكرة مشاهدين الكرام لمنطقة صبر او قلعة القاهرة وهي احد المناطق في محافظتي تعز وتابع ثم قلعة القاهرة بتعز القلعة الرابضة على ذلك القبل العتيد وكأنها تاج يعلور سملك اتخذتها الميليشيات الحوثية ثقنة عسكرية لها وبعد اندحارها منها عاودت بقصف القلعة ملحقة اضرار في بعض الاجزاء واخرى لا زالت معرضة للقصف حتى اليوم فتحت قلعة القاهرة ابوابها للزائرين خلال ايام عيد الاضحى المبارك للعام الثاني منذ بداية حرب الميليشيات الحوثية في لحظة التقاء الزمان بالمكان وبالانسان فان القلعة اليوم تكتظ باعداد كبير من الزائرين يتوافدون عبر بوابتها بعد حرمانهم منها لثلاث عوام كمتنفس بعبق التاريخ في محاولة وان كانت لحظية لصناعة فرح غايب في يوم عيد رغم الحصار التي نعانيه ورغم الجوع والقصف والقذائف التي تأتي من قذائف الميليشيا الحوثية الى هنا الى هذه المحافظة المحاصرة ولكن اهلها دغم ذلك يعيشون بحب وها هو في هذه المدينة للعام الثاني على التوالي بحمد الله نحتفي في هذه القلعة القاهرة الذي توثل الشموخ لمحافظة تعز اننا هنا في هذه المحافظة لازمنا نقوم بكل صبر بكل حب بكل حكمة مساء يتقمع الزوار هنا يذهب كلا الى غايته بينما البعض في ذات الاصيل يدعب وغصان طرية من القات كعادت غالبية اليمنين في فضاء انطلق جميل اخرون يتعاطون مع الفرح بطريقة اخرى يلتقطون الصور تذكارية هنا وهناك يصنعون مساحة للحياة والفرح اما الاطفال فهم من يلونون مدرجات القلعة ويقطفون من حديقته الوان بهقة وسرور انبثقت من برنامج احتفائي متنوع فنا ومسرح وفكاه مقدولة بضحكات الاطفال البرية الصافية احنا اليوم نفرح ونغني ونبتصد بقلعة القاهرة رغم الحرب والسعارة تلك هي رسالتهم وذاك حلمهم وهم يلملمون من خيبات الحرب امالا بالحياة يبنون منها احلاما بغد جميل يلفظ غبار الحرب والقتل والدمار ليحل السلام ربوع الوطن تابعنا مشاهدين الكرام هذه اللقطات من قلعة القاهرة بمحافظة تعز وكذلك الاحتفال الثقافي وعودة الزائرين اليها بعد فترة من استعادتها اذا الدكتور زين العابدين بالنسبة للطفل هنا لما يكون مشارك للناس في حفلاتهم في تواجدهم ايضا ما يشعروش انه مختلف عنهم ما يشعرش ايضا الناس المحيطين بهذا الطفل انك مختلف انك محروم لما انا اعمل طفل بشكل معين وكمان طبعا لهم ميزات انه ابو موجود وبيعطيها الملابس الحلوة بيعطيه مثلا الشوكولاتة وهذا الطفل محروم وممكن هنا تصرف خاطئ اكت بكن بنية صافية او بنقول هنا بنية يعني نقول نفسية غير سوية تؤثر على ايه طبعا تؤثر هذه سلبا على نفسية الطفل اولا انت هذه الاعياد فرصة جميلة جدا اسواء في صلاة العيد اسواء بعد العيد الزيارات الاتصالات التليفونية مهمة جدا واللي عملوه في القلعة القاهرة في تعز حاجة جميلة جدا فيها يخرج كل الابناء دون تحديد دون معرفة من هو اليتيم او من هو الموجود والده من هو الفقير او كله بيلعب وكله بيشوف الواقع الاجتماعي وبيتفاعل بشكل او باخر مع الوجود الاجتماعي اللي موجوده مع الناس اهله ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إحنا عندنا مناسبة سريعة اللي هي الصلاة في كل صلاة وعندنا مناسبة جميلة اللي هي الجمعة وعندنا مناسبات الأعياد ورمضان وما إلى ذلك يعني الواقع الاجتماعي بتاعنا مليء بالمناسبات ممكن المناسبات دي تحقق الهدف دون إشعار اليتيم أو المحروم بهذا الشيء بمعنى وإحنا في العيد لما بيروح الكل يصلي بصرف أننا لا نعرف من هو اليتيم مع قسرة الأعداد لنعرف ما هو اليتيم أو المحروم هذا في الأعياد دكتور لكن في المناسبات أو في الحالات اليومية يعني في الحالات اليومية يعني في الحالات اليومية أنا عايز أقول على حاجة لو أنا مقتدر وخارج من البيت ومعايا شكولتات خفيفة معايا أرواح معايا حاجة أي طفل في الشارع أديله بصرف النظر عن يتيم وغير يتيم فيشعر بأن العملية دي عادية لما يروح يصلي يلاقي حد بيسلم عليه حد بيوقفه جنبه حد بيطبطب عليه حد بيديله من بناية صغيرة ما تسويش حتى خمسين قرش أو يعني بأي عملة من العملات فده يشعر بارتباطه بالواقع الاجتماعي وإن الواقع الاجتماعي بدون تمييز يعني ما قلتش أدي ده وما تديش لده عشان ده أبوه موجود لا ده دون تمييز النقطة دي البشاشة إزيك أخبارك عامل إيه ها ماشي كويس في الدراسة طب مش عايز حاجة كلمتين ثلاثة حلوين لو احتاج ممكن نساعده لو عندي مثلا ابن أكبر وفيه ابن تاني يتيم وما إلى ذلك مش عارف يمشي في دروسه لو ييجي نص ساعة أو ساعة لابن الكبير وممكن يساعده بدون يعني مساعدات مادية أو فلوس مادية يعني يبقى جميل جدا لو عندي لو فيه بنت وفيه لية بنت كبيرة متعلمة وممكن تساعتها هي متعثرة في اللغة العربية أو متعثرة في العلوم ممكن تساعتها واخبارك وعمل إيه ويسألها وإيه تيجي من عندي بنتي مش ضروري تيجي من عندي يعني أنا عارف فهي ممكن تيجي من عندي بنتي لأ روحي يعني أنا ممكن أقول لها بدل هي مجيلك لأ روحي لها البيت واتطميني على والدتها وأعودي معها طالما ما فيش مناخ اجتماعي يقلق الأب من وجود شاب أو ما إلى ذلك من الجوانب اللي إحنا دايما بنبقى حريصين عليها يعني عايزة حينما أعامل أعامل المجتمع المحيط به دون تمييز بين الفقيري أو المسكيني أو اليتيم تماما دون تمييز في نفس الوقت لو عايزة أجيب حاجة عادي جدا أجيب له حاجات هو فيه نقطة بس عايزيني نحطها في الاعتبار أنا اليتيم يعلم بأنه يتيم والمحروم يعلم بأنه محروم لكن كل اللي أنا بعمله بخفف درجة الحرمان ودرجة اليورو يعني زي ما كانوا يقول لك المعاق المعاق يعلم تماما أنه معاق اليتيم يعلم تماما بأن والده قد توفى أو انفصل لكن أنت ما تزيد شطين بلا وتحسس بالألم أنا كل ما هناك بخفف ألام الواقع الاجتماعي وبحاول بقدر الإمكان إذا فقدت الأب فهناك ألف أب يعني ده يجب أنه هو يكون عنواننا في في الواقع الاجتماعي الإسلامي بتاعنا يعني إذا فقدت الأب فهناك ألف أب ممكن نتحول الشرع كله إلى والد هذا الطفل الفاقد الأب أو اليتيم أو المسكين أو الفقير يعني أنا عايزة أقول لو عندي ألف منهم خمسمية منهم تلتمية في حالة يسر والسبعمية حتى في حالة ممكن أدي من هنا إلى هنا بشكل جيد وعلى فكرة الصدقة والإحسان يزيد الرزق ولا يقلل منه الناس مش قادرة تستعيبها ويخفف من الأمراض ولا يزيدها يعني يعني ده مرضاكم بالصدقات يعني خلي بالكو يعني أنا بطلع صدقة أتحسس بقى في إخراج الزكاة أتحسس في إخراج الصدقات لمين؟ لليتامة والمحرومين والمساكين وخبالك وابن السبيل كمان ده وفقا لنص الدين وخبال حضر بدون ما أقوله أنت يتيه أبو وخبالك بدون ما أقوله حاجة أخبارك إيه رأيك عجبك لبس محمى على فكرة أنا عجبني لبس هنفسي جبهول تيجي تختاره معي عادي جدا ما أنت صدقة هتدهاله فممكن تدهاله في لبس ممكن تدهاله في أكل يعني أنا أديله في لبس غيري يديله في أكل تالي يديله في مدرسة وما إلى ذلك وكمان الإعطاء هنا بدون منية وكذلك ما تحسساش أنك بتتفضل عليه لا 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 عادي حتى الإعطاء يكون يعني يكون لائق آآ يعني ممكن أقوله في منطالب على فكرة وأنا أجيب بجيب لمحمد ابني الطقم لقيت طقم ما يلبس وش حد اللي أنت جبتهولك حسيته أنه هو ده لبس عليك حسيته أنه هو شكلك حسيته أنه كذا يعني على أساس أن الطقم هو اللي يلايك هو يعلم بأن في حاجة لكن في نفس الوقت الأسلوب على فكرة الأسلوب يلعب دورا أساسيا في تخفيف الألم وتخفيف الحرمان يعني بتشوفت يعني حتى في التعبيرات الدينية من يمسح على رأس يتيم ما تدلوش حاجة لكن مسح ما معنى كلمة المسح معنى كلمة الرعاية الحنية الود الحب العطاء العطاء ده هكذا بس يدخل يعني يدخل الجنة لسبب لأنه جعل اليتيم يتبسم جعل يشعروا بأن الحالة ليست كلها شر وبالتالي وضع انحرافه ووضع إثارته ووضع فجور النفس في دائرة الكتمان خلي بالحضرتك ونفسه وما سوها فألامه فجوره وتقوى أنت لما بتحسس على بتستقبله كويس بشاشة كويس بتحسس على رأسه بتعمل كنترول على النزع الانحرافية داخل النفس بتسيطر عليه بتشبعه أسواء ماديا أو لبسا أو أكلا بتديله تهدية في من يعودني فكثاني يعني تعرف حضرتك في هناك من يعودني بالابتسامة بالرعاية بالسؤال عني عملت في المدرسة أخبارك جبت النتيجة أنا سمعت أن توزعوا عليكم النهاردة اختبارات شهر واحد أو شهر اثنين أو زي نوعية الاختبار جبت كام لا 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 ما يعجبنيش 17 من 20 لا زود دور جاي عايز أشوف الدرقة بتاعتك تحفيز وتشجيع وعلى فكرة بقى أنا يجي مثلا فيه منطقة البساطة فيه تلاتة من ضمنهم ابنه اللي هيطلع أحسن واحد أنا هتديله جايز هنا ما ربطاش بحاجة أنا ربطها بالإيه بالعملية التعليمية شجعته تعليميا وفي نفس الوقت فتحت له باب الأمل الجايزة دي أربطه ارتباط أساسي وخبارك أنا هديكه تلات جايز بس تلات جايز مختلفة فيه واحد أعلى وفيه واحد أقل عشان ما يقولش اني جايزة وبعدين جيبتلي جايزة الجايزة هو ما يطلعش وخبار حضرتك فأبتدي أشوف الجايزة اللي هجيبها له دي يتناسب مع احتياجه يعني لو عايز مثلا اللبس جديد لو عايز شوز لو عايز كذا لو عايز كذا أديره وفقا للي احتياجه لو أنا لو أنا حسيت أنه محتاج مادة على فكرة أنا هديكه فلوس بس الفلوس دي مختلفة اللي هيتلع الأول فيكه أجيب أعلى درجة هديله كذا اللي هجيب كذا هديله كذا هديله كذا وبالتالي أنا أديت فلوس من غير ما حد يقول نوع من أنواع التحفيز والتشجيع ولكنه في قرارة النفس الأخير نوع من أنواع الدعم المادي الغير مباشر من غير ما أقوله إن أنا هديك فلوس وبالتالي ساعت في حكتين إن أنا أجبعته وفي نفس الوقت أثرته نحو الإيجابية نحو الانطلاق لمستوى أعلى صحيح وصحيح فعلا الدين الإسلامي لما حدث على الاهتمام وكذلك الرعاية للأيتام لم يكن عبثا شكرا جزيلا لك الدكتور علي زين العابدين زين العابدين محمد علي شكرا جزيلا لك بارك الله فيك وأرضاك نعم وأنا مغلط أوقات في الاسم زين العابدين وعلي وعلي طبعا الدكتور زين العابدين محمد علي أستاذ طبعا الخدمة الإشتماعية في جامعات حلوان أرحب فيك وأشكرك وفعلا أستفدت منك كثير وكذلك إن شاء الله مشاهدين الكرام ده يعني عايزين نقول أن الاهتمام باليتيم ده نوع من أنواع البركة في الرسم نعم الناس لازم تعرف كده والبركة في الصحة صحيح والبركة في العلم يعني يجب أن الناس تعرف كده أنا ممكن ما يكونش معي فلوسه وممكن ما يكونش معي لكن معي علمه ممكن أدي له هذا اليتيم فأعمل عملية الارتقاء وتوجيهه إلى الإيجابية وليست السلبية نعم بارك الله فيكم وارضاقكم الله خليك دكتور شكرا جزيلا أشكركم أيضا مشاهدين الكرام مشاهدين الأحبة بنختم في هذه الأغنية التي تستقبل الحجاج العائدين من مكة المكرمة إلى بيوتهم إلى أوطانهم بعد شوق وكذلك معاناة الرحلة وأيضا انتظار الأقارب لهم إذن مشاهدين الكرام حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة